السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلوغلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا من إكمال السيرة النبوية أو قصص تاريخية أو غيرها واللي إن شاء الله كن وعدتكم فيها يوم جمعة من كل أسبوع بإذن الله تعالى ولكن قبل ما نبدأ بإكمال السلسلة السابقة اللي كانت بعنوان مواقف أسعدة الرسول صلى الله عليه وسلم واليوم إن شاء الله سنكون معاكم في الجزء الثاني بقصص جدا جدا شيقة حضروا لكم كذا كوب قهوة أو نسكافية أو اللي تحبوا يعني واستمتعوا بسماع القصص وصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ بأول موقف طبعا كلنا نعلم من هو عبد الرحمن المعروف أو الملقب بأبو هريرة كان رجل آمن بنبوة الرسول عند سماعه الرسالة أسلام وترك الشرك وهاجر إلى المدينة المنورة حيث تواجد المسلمون فبسبب هجرته وتركه كل شيء خلفه يعني كان أبو هريرة يعود من أفقر الصحابة في هذاك الوقت ما كان عنده بيت ولا تجارة ولا زوجة وكان من أهل الصفة اللي يسكنون المسجد فكان أبو هريرة رضي الله عنه من شدة الجوع يتقلب حول الأرض من شدة الآلام من شدة آلام بطن المتواصلة لدرجة يا جماعة أنه كان يربط حجارة على بطنه حتى يوهم عقله بامتلاء بطنه عشان يخف عليه الألم بس وفي أحد أيام المدينة المنورة وصل جوع أبو هريرة إلى مرحلة تقريبا خلاص قريبة من الهلاك فخرج من المسجد يدور له عن أكل وعن يعني مخلفات عن ميتة عن أي شيء يؤكل وحلال فلما انخرج أبو هريرة صادف في طريقه الشيخان العظيمان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أقرب أصدقاء رسول الله فراح لهم راح لهم أبو هريرة يكلمهم يعني شوي يتمنى أنهم يمكن يدعون كده معاهم على طعام أو شراب يبغاهم يعزمونه ولكن للأسف هذاك الوقت ما فهموا قصد أبو هريرة وبعد الحوار على طول راح وانصرفا وأبو هريرة كان عزيز نفس عزة نفسه ورفضت أنه يقول لهم باللي كان يبغى من جد منهم فراح حتى هو عنهم واستمر ألم أبو هريرة يزداد يزداد وهو يتمشى كذا في أورقة المدينة المنورة جوعان يبغى شيء من شدة جوع إلين مر أمامه صدفة خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي طبعا هذا كلعم أبو هريرة أنه نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبو هريرة بتمعن ثم نادى كذا يا أبا هر فقال له لبيك يا رسول الله قال له الحق بي فلحق أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله فدخلا إلى أحد المنازل وأخذ النبي إناء كبير في لبن كان في الأصل هذا الإناء يعني اللبن مهدى لرسول الله فقال له الرسول أبا هر أدعو أهل الصفة فانطلق أبو هريرة ينادي أهل الصفة فقدموا إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلهم الرسول وجلسوا حوله وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يناولهم الإناء الممتلئ ليشربوا منه وكان يتبسم فشرب كل أهل الصفة إلا أبو هريرة رغم جوعه تخيل وتبرع بحصة المن حوله واستحنوا يشرب شيء قبلهم بسبب حداثته في الإسلام يعني كان باقي توه مسلم جديد واللي معاه من أهل الصفة كانوا كلهم أقدم منه فيمكن لعل أبو هريرة هنا ما يدري إن الشخص اللي فعلا قاعد يضحب بحصته هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه اللبن كان له أساسا فلاحظ رسول الله تصرفات أبو هريرة لكن انتظر رسول الله بهدو حتى انتهى جميع أهل الصفة من الإناء فبعد ما انتهى قام النبي وأخذ باقي الإناء ثم ذهب عند أبو هريرة وبدأ يشربه اللبن بيديه فشرب أبو هريرة رضي الله عنه اللبن وعينها كده تفيض من الدموع كأن أبو هريرة يعني يقول في نفسه ما لهذا الرسول أسلمت قبل بضعة أشهر فقط وها هو الآن يصب لي اللبن كأنه أخي فظل رسول الله يأمره بالشرب والشرب والشرب حتى شبع أبو هريرة وقال له يكفي والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكة فعندما رأى رسول الله من حول كلهم شبعانين وسعادات طمّا كذا وارتاح ثم ابتسب له ابتسامة عريضة وحمد الله كثيرا طبعا أهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا مال ولا على أحد ومن ذلك الوقت وقع أبو هريرة في حب رسول الله وعاهد على نفسه أن يجالس الرسول في كل مجلس له للأبد بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا الله شايفين قديش لطيف الموقف وجمال الموقف هذا والله العظيم تدمع العين له ومن المواقف الجميلة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوما ما إلى مسجد طيبة لصلاة العشاء وكان حامل على صدره أحفاده الحسن والحسين فبعد دخول النبي المسجد أنزل الحسنين ووضعهم بجانب الصحابة عشان يستطيعوا يصلون خلف جدهم فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكبر الصحابة والحسنين خلفه فعندما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم مرت دقيقة دقيقتان ثلاث والنبي لسه يعني ساجد فأطال الرسول صلى الله عليه وسلم السجود بشكل غريب يقول الصحابي شداد عندما سجدنا أطال النبي السجدة فجأة فخفت عليه فرفعت رأسي أتفقده وإذا أرى الحسن أو الحسين مستلقيا على ظهر الرسول أثناء سجوده فعندما رأيت ذلك أنزلت رأسي مباشرة يعني شداد رجع يسجد وسوى نفسه كده ما شاف شيء كأنه كان يعني ما كان يدخل بينهم فبعد مدة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من السجود مرة أخرى ثم أكمل باقي الصلاة فبعد قضاء الصلاة كان كل الصحابة في المسجد ينظرون لرسول الله باستغراب ويتساءلون كلهم نفس التساؤل لماذا أطال الرسول تلك السجدة ففعلا يعني سأل الصحابة النبي عن سبب إطالته لتلك السجدة فهل كان رسول الله بخير ولا نزل عليه وحي أثناء سجوده عشان كده طول في السجود فشداد كان جالس بهدوء يعرف اللي صار وينتظر رد النبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنين على حضني وتبسم ثم قال بكل براءة وسعادة لا لم يكن هذا ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ارتحلني يعني تسلق فوقي فكرهت أن أعجله يعني ما كنت أبقى أزعجه إليه يقضي حاجته يعني إليه خلاص يشبع من اللعب على ظهري فشوفوا كيف يعني هذه هي رحمة رسول الأمة عليه الصلاة والسلام صلوا عليه جميعا ونرجع مرة أخرى لهذاك الزمن الجميل وإلى موقف آخر من مواقف الرسول ولكن هذه المرة مع أزواجه في أحد الأيام خرج الرسول الله مسافرا مع قافلته يرافق باب من أزواجه فكان الرسول يعني قبل كل سفرة يجلس كده مع زوجاته ويختار بينهم من اللي ترافقه بناء على القرعة يعني عشان ما يظلم أحد منهم أو ينحاز الوحدة دون الأخرى فكانت السيدة صفية بنت حي ضمن الزوجات اللي وقع عليهم القرعة في وقتها فرافقت للقافلة وركبت يعني بعير أعطاها يا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذاك اليوم من الرحلة هو يومها مع رسول الله يعني كان لكل زوجة من زوجات الرسول يوم مع النبي حرصا من الرسول على أنه يعدل بينهم وما يميز يعني بين وحدة منهم فعند توقف القافلة للإستراحة يعني في نهاية اليوم نزر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن صفية يعني وين هي ترا وين راحت فأخبروا بعض الأشخاص أن صفية أصاب بعيرها مرض فتباطأ في السير حتى أصبحت في آخر القافلة فظل الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر قدومها من آخر القافلة فحين قدمت صفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرها ليستقبلها لكنه تفاجأ عند نزولها من على الجمل المريض تبكي وكانت تقول لها حملتني على بعير بطيء طبعا بكل حب وحنان تفهم الرسول صلى الله عليه وسلم حزنها وبدأ رسول الله يجبر من خاطرها ويهدئ من روعها وأخذ رسول الله يدا وبدأ يمسح الدموع من عينيها بهدوء ثم ضمها ولكن لسبب ما رفض الصفية التوقف عن البكاء بل كانت يعني زعلانة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها بعير مريض واستمرت تبكي 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 من كثرة بكاها ورفع صوتها مع الرسول انزعج النبي منها رغم أنه هدأها بس ما وتفهم مشاعرها إلا أنها أبت طلبه يعني رفض الطلبه بالهدوء فغضب منها الرسول وعاد إلى خيمته علما أن هذا اليوم من المفترض أن يكون يوم صفية فلما زعل منها الرسول غضب يعني وعاد إلى خيمته استوعبت صفية إيش اللي سويتها يعني إيش سوت فكيف أنه رسول الله ينزعج ويغضب وندمت على إزعاجها لرسول الله فذهبت صفية بعد ذلك إلى أحد الخيم المجاورة ولن يوجد فيها الزوجة الأخرى اللي رافقتها في هذه الرحلة نعم كانت عائشة أقرب زوجات الرسول على قلبه وتعرفون كيف غلاوة عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم المهم دخل الصفية عندها ثم بدأت تشرح لها اللي صار ثم قالت لعائشة سأعطي يومي هذا مع رسول الله لك يا عائشة إن أرضيته عني يعني أنا بعطيك يومي إن خليت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى عني طبعا عائشة وافقت إيش هذا العرض المغري إرضاء رسول الله وإيش هذا أمر سهل بالنسبة لي وعائشة رضي الله عنها كان عندها أسلوبها الخاص لما يكون الأمر متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعرف إيش اللي يحب الرسول إضافة على ذلك كانت يعني شخصيتها وعفويتها جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزق في حبها فأخذت عائشة خمارها وكانت قد صبغت خمارها قبل ذلك بالورس والزعفران يعني عائشة كانت تعشق النظافة والتزيل لرسول الله فبدأت بعد ذلك تمزج خمارها مع الماء عشان تفوح رائحة الورس والزعفران الزكية كانت دائما تحب أن تكون ريحتها حلوة فلما بدأ الخمار تفوح منه الرائحة الطيبة لبسته بطريقة جميلة ثم ذهبت إلى خيمة النبي ودخلت عليه وكان النبي سادح لوحده في الخيمة وظاهر عليه علامات الانزعاج فمضت عائشة بجانبي وانسدحت عند رأسي وبدأت تفرق شعره بهدوء ويطالع كده فيه وتبتسم فلما نشافها النبي استغرب يعني هذا مو يومها قال لها ما لكي شم رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحتها الزكية وابتسامتها النعمة كده فضحكت ثم همست له آية قرآنية ذلك فضل الله أتيه من يشاء يعني قصدها أن الفضل يوزع بمستويات متفاوتة ويبدو أن الله يحبها لدرجة جعل هذا اليوم لها بدلا من صفية فلما نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية عالم مباشرة قصدها يعني يعرف إيش كانت تقصد كانت حرفيا تتغزل فيك كأنها تقول يعني من فضائل الله علي أنه جعلني بجوارك اليوم فاستوعب الرسول صلى الله عليه وسلم من صفية أهدت يومها لعائشة فقط بس عشان ترضيه وكأنه اعتذار منها كان زوجات النبي يعلمن أن سعادة الرسول مع عائشة فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأت عائشة تحكي ماذا فعل الصفية وكيف أنها تبرعت بيومها بس عشان ترضيه ثم قالت عائشة له كلاما لا نعلم تفاصيله يعني على الأرجح أن يكون كلام غزلي لأن كلامها أسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا وتغيرت نفسيته وبدأ يضحك يقول أنس خادم رسول الله وهو الراوي خرج رسول الله من بعد الخيمة بعد حواره مع عائشة وهو مبتسم في قمة سعادته يعني ثم بدأ يبحث في القافلة عن بعير آخر لصفية حرصا منه على أنها ترتاح ما تحزن مرة ثانية بسبب هذا الشيء أحصر في فراشات في بطن يعني صرت تبتسم زي المجنونة يا الله كيف حنيتهم مع بعض كيف أنهم يعني أفضل البشر سبحان الله العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن زوجاتي جميعا ولو أقول لكم أنه من الروايات اللطيفة أنه جاءت امرأة تدعى أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل سؤال وكان وقتها الرسول جالس في مجلسه مع عائشة وأم سلمة هذولا امرأتان محبوبتان لقلبه كان يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم أيام معينة يستقبل فيها أسئلة النساء وهذه كان أحد الأيام فكان يجلس معا زوجاته تحديدا عائشة وأم سلمة وينصتن لأحاديثه قالت أم سليم للنبي إن الله لا يستحي من الحق ولدي سؤال فأذن لها ثم قالت يا رسول الله إن المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فيحدث لها ما يحدث للرجل فهل عليها غسل؟ قصدها يعني أن المرأة تحلم بأشياء أحيانا يعني زي الرجل فهل يجب عليها أن تغسل نفسها إذا تسيقبت يعني هي على جنابة؟ فبمجرد سماع سؤالها أحمر على طول وجه عائشة وأم سلمة مباشرة راحت أم سلمة غطت وجهها استحت أما عائشة فأحمر وجهها فقامت قالت يعني عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك يعني فضحتينها قدام رسول الله فبدأت أم سلمة تضحك يعني ردة فعل عائشة رضي الله عنها كانت مرة من حرجة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعيها يا عائشة ثم نظر الأم سليم وقال نعم تغتسل فاستغربت أم سلمة يعني من جواب الرسول فأنزلت يديها كذا وقالت أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال نعم فبما يشبهها ولدها يعني طبعا تحتلم نفس الرجل ولا كيف يشبه الولد أم إذا كانت لا تحتلم فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يشرح بكل حب لزوجات جميع التفاصيل في الحديث إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر وإذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه يعني قصده إذا تغلبت جينات المرأة على جينات الرجل أصبح الطفل يشبه أمه وأخواله وإذا تغلبت جينات الرجل على جينات المرأة أصبح يشبه أبا وعمامه طبعا هناك ملاحظة قالها ابن حجر يعني الحديث يوضح إن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض ولهذا أنكرت أم سلم هذا الشيء فالحكمة من الحديث أن يبين لنا هذا الحديث جزء من الحياة الزوجية مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أنه لم يمانع أن يجارس زوجاته ويعلمهن ويشرح لهن المسائل بل كان يستمتع بتواجدهن معه اللهم صلى الله وسلم على رسول الله يا أخي مرة لطيفين مع بعض يعني أحبهم خاصة العائش والرسول كده مع بعض يليما تقرؤوا في سيرتهم شيء شيء يعني خرافي هذه الأشياء ما أدري ليش ما كنا ندرسها ولعلي أختم أنه في يوم من أيام المدينة قدم أعرابي إلى المدينة المنورة يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة تخص الإسلام فعند قدومي للمسجد دخل الأعرابي وربط ناقته بجوار المسجد ثم دخل على رسول الله وباقي الصحابة وفي هذه الأثناء كانت مشة حول المدينة مجموعة من الشباب وكان معاهم شاب غريب الأطوار يدعي النعيمان النعيمان هذا كان مشهور أو نعيمان كان مشهور بغرابة أطواره فعند مرور الشباب هذا ولا بجانب المسجد شافوا الناقة واكفة بجنب المسجد فقالوا الشباب يا لها من ناقة ناوية يعني سمينة فلو نحرناها فإنا قد قرمنا إلى اللحم يعني أشتد شواغنا مرة لللحم فنظر الشباب هذولا إلى نعيمان بأعيم ماكرة وقالوا له لو نحرتها فإنك ستسعد رسول الله وسيأكل معنا من لحمها قال نعيمان كده هو متردد لا أريد ذلك لأني إن فعلت ذلك ستخبر رسول الله بما صنعته سيغضب علي طبعا الشباب قاعدين يقنعون أنه يذبح الناقة ونعيمان كان خايف أن الرسول يزعل منه إذا عرف قال الشباب لن نخبر رسول الله وبعد محاولات كثيرة عاد اقتنع نعيمان وراح والله للناقة وعقرها بسيفة حتى وقعتها على الأرض بمجرد وقوعها ارتبك الشباب مباشرة كالنوم يعني استوعب المصيب اللي سووها يعني الحين ما استوعبته الله يهديكم بس المهم هرب نعيمان من عند المسجد فعثر على حفرة عند بيت الصحابي المقداد فذهب إليه نعيمان وهو كده مرتبق قال يا مقداد غيبني في هذه الحفرة وأطبق علي شيئا ولا تدل علي أحدا فإني قد أحدثت وحدثا يعني تكفى خبيني كده ذي الحفرة أنا سويت مصيبة فخبأوا المقداد داخلها مسكين خايث يعني من زال الرسول والصحابة فبعد مدة خرج العرابي من المسجد النبوي ورأى ناقته قد نحرت أمامه أو نحرت أمامه فصرخ وصاح وعقر يا محمد فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مسرع من المسجد ومعه أبو بكر الصديق وحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب كبار الصحابة فاستغرب الرسول صلى الله عليه وسلم على من يجرع على عقر ناقة الضيوف في المدينة فنظر الرسول إلى مجموعة من الشباب وقال له من فعل هذا فقال الشباب حتى بدون محاولة الإنكار على الرسول على طول قالوا إنه نعيمان يا رسول الله ما لهما مال على طول غذروا فيه مباشرة فقال الرسول أين توجه فبحث الرسول صلى الله عليه وسلم عنه معه يعني أبو بكر وباقي الصحابة حتى أتى على المقداد فقال الرسول للمقداد هل رأيت لي نعيمان فصمت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لتخبرني أين هو فلم يستطع المقداد الكذب على الرسول فأشر له يعني بيده على الحفرة فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحفرة فكشف عنها وإذ بن عيمان أمامه متسخ بسبب التراب ومختنق مختنق من كثرة يعني مطول داخل الحفرة هذه المغلقة فقال له رسول الله كده بنبرة تأديبية ومداخل الحفرة يعني ما حملك على ما صنعت فقال نعيمان وكان يبكي الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني يعني يكصد الشباب ثم بدأ نعيمان يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء يعني قلع القصة كاملة فعندما علم الرسول القصة كاملة نظر إلى نعيمان وبدأ يضحك فأخرج رسول الله نعيمان من الحفرة وبدأ يمسح وينفض التراب بيدي من على وجه نعيمان وملابسه فبعد إخبار نعيمان رسول الله الصدق بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك يعني على طرافة الموقف فبعد تأكدوا من سلامة نعيمان قام الرسول ونادى الشباب الذين حرضوه فغرم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الشباب ونعيمان كذلك ثمن الناقة اللي عقروها وبعد انقضاء كل شيء قال رسول الله لنعيمان وباقي الشباب الناقة هي شأنكم الآن فاكلوها إن أردتم يعني الناقة الحين صارت ملككم حلال عليكم الحين كلوها فأكلوها جميعا والله بالعافية لقلوبكم فمنذ حينها كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما تذكر ماذا فعل نعيمان كان يضحك يضحك لدرجة أنه تبان نواذجه اللي هي ضروسه يا الله ما أرحمك يا نبي الله يا الله صلوات الله وسلامه عليه وكذا نكون انتهينا من سلسلة مواقف أسعدة النبي صلى الله عليه وسلم ونراكم إن شاء الله في قصص جديدة وشيقة ومفيدة بإذن الله تعالى لي ولكم إلى هنا وصلنا لنهاية المقطع إن شاء الله نراكم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله